عايزة روح لحضراتكم مع حاجة كده تدعو للفخر الحقيقة دائما الشيء ده بيشعرنا بالفخر انك منتمي للنادي الاهلي وانت ما اكل النادي الاهلي ده ما بيجيش كده من يعني من الهوى اه لا يعني اولا دي حاجة احنا بنتولد بيها معروفة لكن كمان عايزة اتكلم عن شعبية النادي شعبية النادي الاهلي الجارفة الحقيقة اللي ملهاش حدود كل يوم بتكتشف ان انت عندك مش محبين للنادي الاهلي بتكتشف ان انت عندك عشاء والحقيقة لما تيجي توقف كده وتتفرج وتبص على عظمة الاهلي سواء في افراقيا او خارج افراقيا سواءها حتى على مستوى دول العربية هتلاقي ان الشعبية دي بجد جارفة جماعة بمعنى كلمة جارفة في ملايين الاهلوية معروفين يعني في ملايين معروفين الاهلوية في كل مكان واعدادهم بالملايين وفي اهلوية اكيد مش مصريين لكن انت النهاردة هتقول لي عرفتي منين بقى ان شعبية وجارفة لا اكيد شعبية النادي الاهلي كبيرة جدا جدا على المستوى المحلي والافريكو وكمان على المستوى العالمي بصراحة طبعا احنا عندنا لقاء عاملوا زملنا فاروق صلاح طبعا اللي بيرافق بعتة النادي الاهلي اللي هيقابل سنديب بكرة ان شاء الله عاملوا مع واحد من عشاء الاهلي في النيجر الرجل ده اسمه محمد الامين هنشوف محمد الامين وهو بيتكلم عن الاهلي وازاي هو يعني هو مش مصري بس حافظ التاريخ كله هنشوف ده وهتعرفوا قد ايه ان النادي الاهلي ده فعلا عظيم كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمة نيامي مقر اقامة بعتة فريق النادي الاهلي يعني منذ اللحظة الاولى ومنذ قدومنا الى دولة النيجر الكتير هنا بيننا المصريين وبعض الافراد الجالية المصرية والعربية الجميع بيحدثنا عن محمد الامين مواطن من دولة النيجر وقالوا لي ان هو احد العشقين والمحبين للنادي الاهلي يعني انا كنت حريص ان انا لازم التقي بمحمد الامين ونشوف الكلام اللي انا بسمعه انه هو واحد من اكثر الناس المشجعين والمحبين للنادي الاهلي كنا حرصين ان احنا نستضيفه محمد برحب بيك على شاشة تقناة النادي الاهلي وفي البداية انا عايز اقدمك لجمهور النادي الاهلي عايزك تقدمني نفسك وتعرفني بنفسك انا اسمه محمد الامين من قدامة مشجعين الاهلي هنا في النيجر من مؤسسين رابطة مشجعين الاهلي في افريقيا اسمه بالفرنسية الاهلي فان افريق دي الويست يعني الاهلي ده حتة مني يعني بالمصري كما تقول انتم بالمصري يعني عايز اسألك يعني انت اصلا من اصول من النيجر ولا انت من اصولي انا من اصول النيجرية انا من عرب النيجر من هنا النيجر من موليد مدينة نيامي عايز اسألك سؤال انت من امتى بدأت تشجيع النادي الاهلي والله من سبب تشجيعك للنادي الاهلي انا من زمان يعني لما كنت انا صغير كان اخوي الكبير محمود من اكبر مشجعين منتخب المصري والاهلي ويعني تعلمت انا منه يعني وبدأت اكبر على الكرة وبدأت يعني اتأثر بالاهلي حتى صار الاهلي يعني بيجري في دم يعني دلوقتي الاولي ان انت حافظ تاريخ عن النادي الاهلي ولعيبك قدامة من النادي الاهلي يعني انت عايزة استعرضهم مع بعض يعني تعرف ايه على لعبة النادي الاهلي وعن بطولات النادي الاهلي اهلي واحد كم بطولة دوري الاهلي عنده 42 بطولة دوري وأعرف كثير من اللاعبة الغدامة والجداد الجيل وأعرف تشكيلها كلها الأساسية اللي بتلعب دلوقتي وأعرف من الغدامة زي أبو تريكا والقمعة وبركات ملك الحركات وعمد متعب الجين وأعرف عمد النحاس وكثير يعني طيب الأهلي خد كم بطولة لدور أبطال إفريقيا؟ آه هي تسعة خدنا التسعة الحمد لله ما فيه تسعة يا أهلي دلوقتي فيه العشرة يا أهلي إن شاء الله طيب آخر مواجهة ما بين الأهل والزمالك جامعة ما بين الأهل والزمالك تتذكر خلصة كم؟ آه أصدك مباراة الغدية ممكن مباراة اتنين واحدة مباراة يعني مباراة عمري يعني هدف أفشا مجد أفشا هدف يعني محفور في القلب يعني مش ممكن أنسى المباراة دي بتمنى له إن شاء الله التوفيق وتمنى له إن شاء الله السلامة من الإصابة اللي سمعت بتاعت كورونا إن شاء الله ربنا يجيب إن شاء الله سليما يعني يعني المصري عندي متلاخبط شوية كم بطولة سوبر أفريقي يأخذوا من هذا الأهل؟ ستة طيب عايزة أسألك بس والأخير التي شيرت اللي انت لابسه ده مين اللي جايبه لك و جايبه منين؟ ده صديقي واحد مصري اسمه أحمد ممكن جاكم هنا هو اللي من كتر ما شافني بشجع الأهلي يجابوا لي هدية يعني ولا يدموا لي هدية تغني للناد الأهلي؟ عايزة أخذ منك كده أنا علاقة لنتحافظ بولي؟ ألولي لنتحافظ أغني للناد الأهلي؟ حافظ جميع العقاني بتاعت الأهلي أكتر أغنية كمان بتعجبني أغنية جرب تدخل الأستاذ هتلاقي جوه ألف باب وإفتح لندرعاته وحشو صوت الشباب وصوت الجمهور يعني حافظ أغاني كتير يعني أنا أشكرك أمحمد وعايزة أخذ لك هدية بسيطة من قناة الناد الأهلي أنت تقبل مننا الهدية دي؟ يعني دي هدية من قناة الناد الأهلي ودي بقى حظك ونصيبك ولو حابب تقول كلمة يعني أخيرا لقناة الناد الأهلي وجمير الناد الأهلي تقولهم إيه؟ شكرا لك وشكرا لقناة الأهلي وكل جمهور الأهلي في مصر وخارج مصر وفي الدنيا كلها الأهلوية وكلها إخوات فرقنا بقى التشورت عليك عزيزة مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي هو ده حب الناد الأهلي يعني أنا ما استغربتش لما أول ما جيت لدولة النيجر وقالوا لي أن محمد الأمين أحد كبار عشاق ومحبي الناد الأهلي هو ده الناد الأهلي في أي مكان هتروح تلاقي عالم الناد الأهلي وتلاقي محبين للناد الأهلي دايماً هيفضل نسر الأهلي عالي ودايماً جمهور الأهلي هيفضل في كل مكان فوق الأهلي طول عمره فوق دايماً معاك رحنا في داك وفي أي مكان بنروح وراك من تلتشمال بنهد قبال ومعنا صد دايماً بيشجاع الأبطال فريق كبير فريق عظيم أدلوا عمري وبردوا أليل شكرك يا محمد كل التوفيق إن شاء الله لفريق الناد الأهلي وتكون بشرة خير بمشية الله للناد الأهلي وتجاوز عقبت فريق سنديب في مباراة الآياب وأيضاً في مباراة الآياب ومن ثم الصعود إلى دور المجموعات لا وفاروق قاعد يختبره ده طبعاً شكل دميل بيختبره في الأسئلة بيختبره في الغنى لا ومشاء الله ده نموذك صغير خلي بالي كسام نموذك صغير جداً من جماهير الآلي على المستوى الأفريقي احنا بنتكلم طبعاً شعبية كبيرة جداً للنادي الأهلي بتاريخه ببطولاته بإنجازاته على المستوى المحلي على المستوى الأفريقي وخلي بالي كلام ده من زمان يعني أنا فاكر وأنا كنت بلعب ويمكن لعبت مع النادي الأهلي سنتين في بطولة الأفريقية وكلنا بنسافر هناك يعني في كل الدول الأفريقية اللي سافرناها اسم النادي الأهلي اسم كبير جداً عنده محبي وعنده معجبي بشكل كبير جداً الشعبية دي بتزيد. كل ما بطلاتك بتزيد. كل ما أرقامك القياسية بتزيد. كمان شعبيتك بتزيد. وانتي كمان معك خبر مهم جداً كمان عن مش عبية النادي الأهلي بس في مصر ولا في أفريقيا. على المستوى العالمي. وطبعاً الدعوة الكريمة اللي تلقاها الكابت المحمود الخطير. في العالم. عايز أقول بس أنه مصر عشان اسمها كبير على المستوى القاري قارة أفريقيا. فبالتالي بيجي اسم النادي الأهلي كبير طبعاً وعظيم ولو شأن أكيد.